اشتركوا في القناة الترشيح والتسجيل وشروط جياز الاختبارات الكتابية والشفاوية نتمنى أن تكون هذه المعطيات مفيدة لكم وسنحاول بسطها من خلال الإجابة على أسئلة محددة السؤال الأول هل أي كان بإمكانه أن يترشح إلى هذه المباريات؟ من الزاوية القانونية كل مستوفي للشروط التي تحدد المذكرة الوزارية المنظمة للمباريات ونقصد الحاصلين على الإجازات الأساسية للتعليم العالي أو الإجازات المهنية أو أي ديبلوم يعادل تلك الإجازات يخول لهم تدريس مادة معينة بالأسلاك التعليمية خصاً السلك الثانوي سواء السلك الإعدالي أو التأهلي أما السلك الإبتدائي فكل الإجازات والديبلومات المعادلة لها تخول الترشح لشياز المباريات التدريس في التعليم الإبتدائي والأولي منذ سنتين تم اعتماد الانتقاء الأولي أي أن الترشح للمباريات مقصور على من حصلوا على معدل نجاح في الإجازة يسمح لهم بالترشح هذا المعدل يختلف من سنة لأخرى ومن مركز لآخر ومن سلك لآخر فلا تحدد المذكرة المنظمة هذا المعدل بالضبط إذ يدخل في سلطة مجلس تدبير المركز الجهوي في تحديد هذا المعدل بناء على عدد المناصب المطلوبة في الجهة وأيضا عدد الترشحات المقدمة لكن كلما كان عدد المناصب المطلوبة مرتفعاً أو كبيراً كان معدل الانتقاء منخفضاً والعكس صحيح فالجهات التي تطلب عدداً محدوداً من المناصب يكون معدل الانتقاء عالياً فيها لأن درجة التنافس على عدد المناصب تكون قوية مثلاً لو افترضنا أن جهة الضربة تحتاج لثلاثين أستاداً للرياضيات في التعليم الثانوي التأهيلي وجهة سوس ماستدرع في حاجة لمئة أستاد لتدريس نفس المادة في نفس السيك فطبعاً أن معدل الانتقاء في الضربة البيضاء سيكون مرتفعاً بالمقارنة مع أغادير لذلك ننصح ما لهم معدلات نجاح متواضعة ومتوسطة وغالباً ما تسترجح بين 11.20 و13.20 أن يتقدموا بترشيحاتهم إلى جهات التي ستطلبوا أعداداً كبيرة من المناصب غالباً ما يكون عدد المناصب كبيراً في السيك الابتدائي بالمقارنة مع الأسلاك الأخرى أي الأسلاك الثانوية سواء الإعدادية أو التأهيلية لأن عدد المناصب توزع حسب الجهات وحاجاتها ثم حسب المواد المدرسة بهذه الأسلاك أما عدد المناصب في التعليم الابتدائي والأولي تظل إجمالية وتوزع حسب الجهات سبعاً لحاجاتها لذلك ننصح أصحاب المعدلات المتوسطة للنجاح في الإجازة أن يتوجهوا نحو السيك الابتدائي أكثر من الأسلاك الأخرى ننتقل للسؤال الثاني هل هناك إعفاء من الانتقاء الأولي؟ هذا السؤال فيه التباس كبير من طرف وزارة التربية الوطنية لأن المذكرة الوزارية المنظمة للعملية في السنة الماضية تحدثت عن إعفاء من الانتقاء الأولي لحاصن على الإجازات في مهن التربية التي تمنحها كلية علوم التربية أو المدارس العليا للأساسدة فيما يسمى بمشروع عشر ألاف إيطار غير أن مشروع عشر ألاف إيطار كان موجه للتعليم الخصوصي لكن مع الأسف أن التعليم الخصوصي لم يلتزم بتشغيل هذه الأطن ولكي تخفف الوزارة من الثقل السياسي والاجتماعي لهذا الملف سمحت لهذه الفئة بشياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية السكوين دون الخضوع للانتقاء الأولي لكن يبقى لإدارة المراكز الجهوية الصلاحية تم في تحديد نسبة الذين سيعفون من الانتقاء الأولي من حمالة شواهد عشر ألاف إيطار لأنه لو تم إعفاء كل حامل الإجازات في مهن التربية في إيطار مشروع عشر ألاف إيطار سيتم إخساء كل حامل الإجازات الأساسية وهذا حفو في حقي فئة حامل الإجازات الأساسية أما فيما يخص الإعفاء من الانتقاء الأولي بالنسبة للحاصلين على ديبلومات من مؤسسات التكوين الخصوصية نقول أنه تنسلت في السنوات الأخيرة بشكل كبير هذه المؤسسات الخصوصية دون أن تكون جميعها تسوفر على المواصفات القانونية والتربية وتحولت في نهاية المطاف إلى حوانيث لا علاقة لأصحابها بالتربية والتكوين وإنما الغاية عندهم تجارية صرفة فعن أقول إن المراكز لا تعفي أصحاب التكوينات في هذه المدارس الخصوصية لأن شواهدها غير معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية بمعنى أنها لا أكريد تي حتى وإن كان بعض هذه المؤسسات له ترخيص من طرف وزارة التربية الوطنية لأن الترخيص شيء والاعتماد لكريدتاتيون شيء آخر ووزارة التربية الوطنية لا تمنح الاعتماد لأحدين فيما يتعلق بالشواهد لذلك فالذين يبيعون وهم الإعفاء من الانتقاء الأولي هم مجرد نصابين ومحتالين على جوب المواطنين ولم يحصل أن أعفي أحد من هذه الفئة بالرام أن البعض يروج لبداعته بحجة أن الطلب الذين تكونوا في مؤسساته الخاصة تم إعفاءهم في مركز معين وهذا مجرد كذب إن لم يكن فسادا وخروجا عن القانون بعينه دستوريا أن جميع المغاربة السواسية في الحقوق تبع للكفاءة ولا يجوز أن ينال أحد امتيازا أو حقا في خدمة عمومية لأنه قادر على أداء مبلغ مالي فلو تم إعفاء أحد حصل على ديبلون في مؤسسة خاصة وأقصي أحد حاصن على ديبلون في مؤسسة عامة فالقانون يسيح للمتدرير متابعة المركز جيهوي أو وزارة تربية وطنية أمام المحاكم لأن قرارهما فيه خرق للدستور ننتقل إلى السؤال الثالث هو كيف يتم الترشيح عندما تصدر المذكرة الوزارية التي تنظم العملية في شروطها ومراحلها وكيفياتها وعندما يجد كل واحد أنه يسوفي الشروط وبعد اختيار السلك سبع لنوعية الديبلون المحصن عليه يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي تخصص الوزارة لهذا الشأن وهذه البوابة تفتح لفترة محدودة فقط ولا تكون فعالة قبل أو بعد تاريخ دخولها في الخدمة كما ننبه إلى أنها تكون بطيئة بفعل الضغط على الخدمة أو الخوادم فيجب اختيار أوقات الدخول لها تكون خارجة فترة الدروة تستضمن هذه البوابة معطيات يجب ملؤها حول الترشيح الإسم والنسب والشهادة وتخصصها والتاريخ ومكان الازدياد ورقم البطاقة الوطنية ومعطيات أخرى ويجب المصدق على هذه المعطيات بعد إدخالها بعناية وانتدار وصل إيداع يمكن تحميله من البوابة وطبعه ورقياً بعد ذلك يمكن للمترشيح وضع ملفه لدى المركز الجهوي يتضمن الوتائق المطلوبة منها نسخ مصدق عليها من شواهد المطلوبة وكشف نوقة السنوات إجازة ونسخ من البطاقة الوطنية وتتكلف لجنة الترشيحات في كل مركز الجهوي بتحصيل هذه الملفات مقابل وصل إيداع وتتكلف أيضاً هذه اللجنة بعملية الانتقاء الأولي وتصدر لوائح بأسماء المقبولين لإجتياز المباريات يتم الإعلان عليها في المركز وأيضاً على موقع الوزارة نلفت عنايتكم إلى أن كل مترشحين بإمكاني اختيار مركز التكوين والجهة التي يود التعيين فيها وقد يختار نفس الجهة والمركز الجهوي لتكوين تابع للجهة وبإمكاني اختيار جهة تعيين ومركز تابع لتكوين في جهة أخرى مثلاً بإمكاني مترشح اختيار جهة تعيين تدلع الزلال ويختار مركز التكوين هو أيضاً تابع لجهة تدلع الزلال وهناك احتمال آخر أن مترشح يختار جهة تعيين هي تدلع الزلال ولكنه يختار مركز التكوين في جهة أخرى مثلاً طنجة تتوان فالتكوين في المركز لا يعني التعيين في الجهة التي يتبع لها هناك بعض المركز الوطنية في بعض الشعب كالشعب التقنية مثل الميكانيك والهندسة الكهربية والتكنولوجيا وأيضاً الاقتصاد يختص بها مركز واحد في المغرب وهو مركز جهة الشاوية وردغة أي مركز ستات وشعبات التربية البدنية ويختص بها مركز تعزى ننتقل للجواب على السؤال الرابع هل يصلح أي كان لأن يكون مدرساً أو معلماً؟ لقد سبق أن أعجبنا على هذا السؤال في البداية من الزاوية الإدارية والقانونية ويمكن الآن أن نجيبها عليه من الزاوية التربوية والأخلاقية طبعاً التدريس والتعليم هما مهن تحتاج للموهبة والاستعداد النفسي والمعنوي ويحتاج أيضاً لمواصفات معينة في شخصية الفرد أود أن نقول إن التعليم ليس مهرباً من البطالة وليس التعليم مهنة لمن لا يجد مهنة أخرى فمن لجأ للتعليم هرباً من البطالة فإنه سيجني على نفسه وعلى المهنة وعلى أبناء الشعب لأنه سيمارس مهنة لم يحبها ولم يحبها ولن يكون بمقدوره العطاء فيها ولها وسيكون عرضة للقلق والتوتر وسيكون لا محالة دون مستوى لفاء بالتزاماته المهنية كما يجب وهذا الأمر سيؤدي ثمنه التلاميذ والمجتمع ككل واعتقد أن جيش الملتحقين بمهنة التعليم ممن هربوا من البطالة أصبحت أعداده مرتفعة مما أدى إلى تدني جودة وخدمة التعليم وهذا أمر سيلبي ومؤسف فأنا أنصح الجميع أن يجيب بشكل موضوعي وصادق على الأسئلة التالية هل أصلح للتعليم؟ هل يصلح لي التعليم كمهنة؟ لو كان لي خيار آخر هل كنت سأختار التعليم؟ مسألة أخيرة أريد أن أنبه الجميع إلى أن لجن الامتحانات الشفاوية له القدرة والكفاءة لمعرفة من يصلح للتعليم ومن لا يصلح لها القدرة على معرفة من جاء للتعليم عن رغبة وحب ومن يريد فقط الهروب من البطالة ننتقل إلى السؤال الخامس هو كيف يتم الاختبار الكتابي؟ في البداية لابد من الإشارة إلى أن عدد المقبولين لجتياز اختبار الكتابي أي أولئك الذين تم قبولهم في الانتقاء الأولي يكون عدد المناصب المطلوبة مضروب في أربعة بمعنى لو كان عدد المناصب المطلوبة هو خمسين منصب فعدد المترشحين سيكون هذا العدد مضروب في أربعة أي الحاصل هو ألف مترشح وهذا العدد هو الذي سيجتاز المباراة الكتابية على أن ينجح فيها أو سيتأهل منهم ثلاث أضعاف المناصب المطلوبة بمعنى إقصاء الربع وسيتم الاحتفاظ بثلاث أربعة أي بمعدل نسبة ثلاث متنافسين أو ثلاث مترشحين لكل منصب واحد وفي الاختبارات الشفوية سيتم قبول ربع عدد الناجحين في الامتحانات الكتابية بمعنى عدد المناصب المطلوبة في النهاية مع إضافة 10% و15% من المناصب المطلوبة في لائحة الانتظار الاختبار الكتابي يتم عبر مادتين مادة المعارف في مجال التربية والتعليم ومادة التخصص فيما يخص الاختبار الأول في مجال علوم التربية لاحظنا في سنتين الآخرتين اعتماد نموذج لكسيام ستدير أسئلة ذات أجوبة متعددة وتتخللها بعض الأسئلة المفتوحة التي ستطلب جوابا في فقرة أو نص من سياغة مترشحة بأفكاره ولغته وأشلوبه فالأسئلة المفتوحة تكون كاشفة لقدرات مترشح في حين أن الأسئلة المغلقة ذات أجوبة متعددة ومقترحة على المترشح اختيار الجواب الصحيح فغايةها هي اختبار شساعة ثقافة المترشح وكم المعلومات لديه بالنسبة للأسئلة المغلقة كسيام غالبا ما تقترح أزيد من ثلاث أجوبة لأن اقتراح جوابين يفترض أن يكون جوابا يتعرض مع الآخر أما إذا أضفنا جوابا ثالثا فتزداد الصعوبة أمام المترشح فلا يمكن اختيار الجواب بالصدفة قد تكون الصدفة نافعة في بعض المرات لكنها لا تكون نافعة دائما وفي كل الأسئلة لهذا يجب تحليل عبارة السؤال والفهم الدقيق للألفاظ الوردة فيه وأيضا تحليل العبارة الوردة في الأجوبة المقترحة بعد ذلك التفكير في العلاقة الممكنة الصحيحة بين السؤال والجواب وغالبا ما يكون سر الجواب في عبارة أو كلمة واحدة يجب الكشف عنها وفهمها بشكل سليم أما الأسئلة المفتوحة في يجب على المترشح اختيار الأفكار الملائمة والصحيحة للموضوع أو لموضوع السؤال وأيضا العناية باللغة والأسلوب وهذه الأسئلة تكون نقطة وأعلى من نقطة أجوبة الأسئلة المغلقة فيما يخص الإختبار الكتابي في علوم التربية فهو يتوخى الكشف عن المعارف الأساسية في مجال علوم التربية لذلك ننصح المترشحين بالإطلاع على أهم المفاهيم في علوم التربية ومعطيات منظومة التربية والتكوين في المغرب ومستجداتها لكن بشكل عام دون الدخول في التفاصيل والجزئيات أما فيما يخص الإختبار الكتابي في مادة التخصص فهو يحتل أهمية أكبر من الإختبار الأول في علوم التربية ويشمل إختبار مادة التخصص أهم المعارف الضرورية لتدريس المادة في السلك المطلوب لذلك ننصح المترشحين بالإطلاع الجيد على المواضيع والقضايا المدرسة في مقرارات المادة بالسلك التعليم المطلوب والبحث فيها والقضايا المرتبطة بها أما بالنسبة للسلك الإبتدائي فإن الإختبار يشمل ثلاث مواد العربية والفرنسية والعلوم أي الرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء ولكن في حدود ما يتطلبه برنامج تدريس هذه المواد في السلك الإبتدائي لذلك على الذين يرغبون في جتياز مباريات السلك الإبتدائي عليهم أن يعودوا إلى برامج والكتب المدرسية المقررة في هذه السلك والإطلاع على مدامينها ومحتوياتها وربطها بالمعارف التي تتوفر ليدهم في هذه المواد أما بالنسبة لبعض الأسئلة الواردة لنا الواردة علينا في مواقع التواصل الشمعي أقول بالنسبة للأسئلة المغلقة فلا يهم من سيصححها هل أساسي دمختصونة أم إداريون أم أجهزة إلكترونية لأنها أصلا أسئلة لا تحتاج لقرار لأنها أسئلة مغلقة أما الأسئلة المفتوحة فيصح أساسي دمختصونة في المادة بالضرورة هل يحق معرفة النقط والإطلاع على أوراق المترشح بعد صدور النتائج قانونيا نعم لكن هناك ميستر إدارية متبعة تسمى تلفيد دفع طلب إلى المركز الجهوي المعني بالأمر وتبرير هذا الطلب وانتدار موافقة إدارة المركز لكن هذا الحق مكفول قانونا ويمكن لصاحب الطلب الوجوء إلى القضاء الإداري في هذا الشأن نكتف بهذا القدر من المعلومات في هذا الجزء الأول على أساس أن نخصص الجزء الثاني للحديث عن الإختبارات الشفوية من حيث شروطها ومعاييرها وكفية اجتيازها لأن هذه الشروط والمعايير عديدة والحديث يطول في القسم المخصص المخصص للامتحان الشفوي لذلك سنخصص الجزء الثاني لهذا الموضوع نشكركم على اهتمامكم ونلتقي في القريب العاجل إن شاء الله في جزء الثاني ترجمة نانسي قنقر